اهلا بكم مشاهدين مرة اخرى مازلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الاخبارية على اكسترانيوز رصد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ابرز الشائعات التي انتشرت خلال اسبوع في الفترة من العاشر وحتى السابع عشر من يناير لعام 2020 وعددها يقدر بعشر شائعات تضمنت الشائعات توقف تطبيق منظومة الحيازة الالكترونية او ما يسمى بكرت الفلاحة واعتزام الحكومة الغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو لعام 2020 ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة ونقص الادوية بالمعهد القومي للاورام والحكومة تمنح افضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية وتدول عملات ورقية مزيفة فئة المائتي جنيها وتلف المحاصيل الزراعية تأثرا بالتغيرات المناخية واستراد الحكومة شحنات تقاوى فاسدة وإصابة محصول القمح المصري بفترة الصدأ الأصفر ونقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات هذه هي أهم الشائعات التي تم تدولها على مدار الأسبوع الماضي ولكن الآن دعونا إذا سمحتم نستعرض مع حضراتكم هذه الشائعات بالتفصيل وأيضا الردود الرسمية التي أتت ردا على هذه الشائعات بداية دعوني أبدأ بوزارة التموين والشائعة التي استهدفت وزارة التموين الأسبوع الماضي اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو لعام 2020 وزارة التموين ردت على هذه الشائعة سريعا قالت غير صحيح ونوضح أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومرعاة أيضا محدود الدخل استمرارا أيضا لعرض الشائعات هناك شائعة أخرى استهدفت البنك المركزي هذه الشائعة تقول تداول عملات ورقية مزيفة فئة المائتي جنيه البنك المركزي أيضا رد على هذه الشائعة وقال أنها غير صحيحة وأكد في خطابه أو في بيانه على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عملية تزييف لعمليات النقد الورقية ووضحت أيضا أن عملية إنتاج عملات ورقية أو عملات النقد تتم وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية وتغضى لعملية تأمينية متطورة في جميع مراحلها أيضا استكمالا للشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي الحكومة تمنح أفضلية المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية أيضا الرد الرسمي الذي يتى على هذه الشائعة من وزارة التجارة والصناعة والذي أكدت على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية وذلك حرصا منها على صالح الصناعة المصرية وتعزيزا لدور الإنتاج المحلية وزارة التعليم العالي كالعادة لم تخلو من الشائعات التي أصبتها هذا الأسبوع أو التي رصدتها هذا الأسبوع قالت نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام كانت هذه هي الشائعة التي انتشرت الأسبوع الماضي وزارة التعليم العالي ردت سريعا شاكرا غير صحيح ونؤكد أن المعهد القومي يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه وأن المغزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن وأيضا زادت في حديثها موضح أنه جاري تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له بنسبة 30% أيضا نفذات السياق واستعراضا للشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي نقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات أو يعني إذا سمحتم لدعونا ننوه على هذه الشائعة قبل الانتقال إلى الشائعة الأخرى أيضا استكمالا للردود التي أتت من وزارة التعليم العالي رفض المستشفات الجمعية استقبال الحالات المرضية الخطرة أيضا وزارة التعليم العالي ردت شاكرة على هذه الشائعة سريعا وقالت نؤكد أن كافة المستشفيات الجمعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم ونوضح أن المستشفيات الجمعية قدمت خدمتها لنحو 18 مليون و700 ألف مواطن خلال عام 2019 ننتقل إذن إلى وزارة الزراعة نقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات وزارة الزراعة ردت على هذه الشائعة قائلة غير صحيح ونؤكد أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل ونشير إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين أيضا من الشائعات التي استهدفت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي استيراد الحكومة شحنات تقاوى فاسدة وزارة الزراعة أيضا في بيانها للرد على الشائعات التي انتشرت بخصوصها الأسبوع الماضي قالت نؤكد أن جميع التقاوى المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية حيث تقوم اللجانة المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلد للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية أيضا الكثير من الشائعات إذن استهدفت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي من الشائعات أيضا التي استهدفت وزارة الزراعة توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية أو ما يسمى بكرت الفلاح أيضا في ذات السياق شاكرة ردت وزارة الزراعة قالت نؤكد استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف حيث تم بالفعل البدء في تطبيق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين وذلك تمهيدا لتعميمه في بقي المحافظات بنهاية هذا العام عام 2020 استكمالا أيضا للشائعات التي استهدفت وزارة الزراعة إصابة محصول القمح المصرية بفترة الصدق الأصفر وزارة الزراعة أيضا ردت على هذه الشائعة ووضحت أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدق التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية وشارت أيضا إلى تنظيم ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة أفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات أيضا وزارة الزراعة فيما يتعلق بالشائعات التي استهدفتها أخيرا في قطاع الزراعة تلف المحاصيل الزراعية تأثرا بالتغيرات المناخية وزارة الزراعة أيضا على هذه الشائعة قائلة غير صحيح ونؤكد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من التغيرات المناخية ونوضح أنه قد تم تحقيق فائض من إنتاج الفاكهة والخضروات حيث ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 5.8% خلال عام 2019 على كل حال للمزيد من المتابعة لرد على هذه الشائعات وعن أسباب انتشارها بهذه الكثافة عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة دكتور محمود أرحب بك أرحب بك مرة أخرى دكتور محمود في ذات السياق انتشرت الشائعات بشكل مكثفة الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالقطاعات المصرية وخاصة إلى صح القول القطاعات التي تمس المواطن المصري إن كنا نتحدثون عن وزارة الزراعة تعليقك دكتور محمود هو طبعا لازم أولا نحط الشائعات دي في سياقين السياق الأول أنه فيه إنجاز يعني أعد رؤون أنه إنجاز تاريخي كبير تحقق وهو يعني إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة في برنيز بمنطقة البحر الأحمر صحيح هذا إنجاز وشيء عظيم وطبعا عمل نوع من الفرح والبهجة ومزيد من الثقة والاعتزاز بالقيادة السياسية صحيح طبعا كان لازم يبقى فيه حاجة تعكر المزاج العام وتعمل نوع من التوتر والقلق فتم استقلال التغيرات المناخية الموجودة وبدأ يبقى فيه تركيز على عدد من المناطق الحيوية في المجتمع اللي هي ممكن يبتعمل فزع لو نشرنا شائعات هناك عيادة للشائعات للأسف موجودة عند الإخوة الأشرار في الإعلام المعادي فبدأ يتركز على أخطر نقطة وهي الزراعة والفلاح المصري فوجدنا مجموعة شائعات مرتبطة بالمحاصيل ومرتبطة بالأسمدة وبانتشار الأمراض في هذه المحاصيل لأننا عارفين قيمة الزراعة والدور اللي بيقوم به الفلاحة المصري والإنتاج الزراعي نعم هذه زاوية شديدة الأهمية لازم ننتبه لها نمرة 2 أيضا تم التركيز على قطاع الأدوية والعلاج أن هناك نقص في الأدوية أن المصريات الجمعية لا تستقبل للحالات الخطرة أن معحد الأورام يعاني كل هذه الأشياء كذبوا أدراس أحلام والهدف منها إحداث إرباك وفزع أيضا ما يتعلق به ظهور عمرات مزيفة من فئة 200 جنيه الهدف أيضا هو التشكيك وإحداث حالة من الفزع صحيح يعني في هذه النقطة تحديدا دكتور محمود يعني ربما هذا الأسبوع انتشرت شائعة بوجود 200 جنيه مزورة إذا صح القول يعني يتم رصدها من البنك المركزي ولكن الأسبوع الماضي أيضا كان هناك شائعات تتعلق ب أنه لا يوجد هناك عملات معدنية دكتور محمود يعني فيما يتعلق باستهداف وزارة المالية أو البنك المركزي بهذا النوع من الشائعات ما هو الدليل عليه دكتور محمود أو ما هو السبب هو طبعا دي عارفة حضرتك العملات يعني هي وسيلة عمل الأولى ويعني الشيء الممكن يعني إذا شك فيه المواطن يعني من له قرباءك في حياته ونوع من الفزع وهذا هو الهدف يعني هو الهدف البحث عن كيف نفزع المواطن وأنه نشككه في كل شيء أمامه فطبعا هذه المسألة شديدة الخطورة وتخيالي حضرتك لو أنه لم يتم الرد على هذه الشائعة ولم يستوعبها الوعي الجماهيري كممكن يحصل إيه نعم صحيح طيب دكتور محمود يعني عندما بدأت تنتشر هذه الشائعات بشكل كثيف أصبح هناك ردود رسمية على هذه الشائعات كل شائعة على حدة إلى أي مدى هذه الردود هي كافية لرضع هذا الحجم من الشائعات دكتور محمود يعني هو طبعا يعني هناك جهد بيعمله مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزرات والوزرات تقوم دورها بتوفير الرد لكن أنا أتمنى أن كل وزارة تعمل نوع من المتابعة تعمل فول أمبل هذه الشائعات ببعنى أنها تنشر المعلومات الصحيحة وتعمل نوع من الخدمة المعلوماتية والإعلامية للمواطنين حولها بمعنى ما يتعلق به المستشفى الجامعية أو توفر الأدوية ينبغي أن يكون هناك بيانات عن المستشفى الجامعية أو ما تستقبله من حالات عندنا أعتقد دلوقتي حوالي خمسين مستشفى جامعي تقوم بتقديم خدماتها ليمكن ربع الشعب المصري فهنا لابد الناس تعرف أنها تعمل وهناك جهود حسيسة لتطويرها أيضا معهد الأورام القومي وجهود التطوير أيضا كل ما يتعلق به الأسمدة وتوفرها أيضا العملات وإزاي الوزارة المالية بتتخذ إجراءات يعني هنا أتمنى أن الوزارات تضع في أجندة تغطيطها الإعلامية المتابعة لبسنا هذه الأمور ويعطى مزيد من المعلومات عن كل نقطة من النقاط التالية حتى لا يحدث استثمار لها ويحصل نوع من الإحباط لأي محاولات مسبقة أيضا تالية تحدث من جانب الجهات المعادية والجهات المضللة اللي بتعمل على إكساد وعي المواطن نعم طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمود على منزين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة